نهاردة احنا بنتكلم على مرسي الكولر والتحضير للفترة اللي جاية النهاردة عيد ميلاد السويسري مرسي الكولر اتم عام الاربعة وستين ربنا يدي له الصحة الراجل بالضبط موجود مع النادي الاهلي منذ سبعة سبعمية أربعة وتسعين يوم فترة ايجابية جدا بنتكلم في عدد بطولات كتير جدا ولكن النهاردة من برنامج الترند بنقول لمرسي الكولر صانع السعادة كل سنة وانت طيب كولر مع الاهلي في سبعمية أربعة وتسعين يوم لعب او خاض مع الاهلي مية واحد وثلاثين مباراة في المية واحد وثلاثين الاهلي كسب أربعة وتسعين لقاء تعادل في تلاتة وعشرين وخسر في أربعتاشر مباراة ولكن اجمالا حقق كولر مع الاهلي حداشر بطولة نحن نتكلم في سنتين وشهر سنتين وشهر يعني اجمالا سبعمية أربعة وتسعين يوم في الفترة دي كولر صانع السعادة حداشر بطولة اربعة كأس سوبر مصري اتنين دوري مصري اتنين كأس مصر مرتين دوري ابطال افريقيا والبطولة الاخيرة وهي بطولة غالية جدا من الفيفا كأس القارات الثلاث 11 بطولة بالاضافة الى برونزية في كأس العالم للاندية في المملكة العربية السعودية ولسه المشوار طويل ومستمر بإذن الله لمزيد من الانجازات والبطولات والنجاحات لمرسل كولر اكيد فترة مهمة جدا كولر في الفترة دي ما استخدمش الا 59 لاعب فقط مرحلة اعتقد هتكون مرحلة تاريخية محتاجة دراسة فنية على مدرب جاي من بعيد بعد سنتين ما كانش بيمارس اي عمل تدريبي ولكن جاء ليصنع الانجازات والبطولات في السيرة الزاتية ويكمل سلسلة الانتصارات والبطولات اللي الاهلي بدأ بيها في الحقبة السنوات الاخيرة سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى الدولي